والطالبات أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهوى وطبعا مخصصين حلقتنا للمراجعات النهائية الحلقة السابقة حلينا امتحان 2018 والنهاردة هنبدأ نشتغل على أجزاء في المنهج هنخصص حلقة النهاردة لمراجعة أول بابين باب الدعامة والحركة وباب التنسيق الهرموني مكونين بوكلت بيشمل الدعامة والحركة والتنسيق الهرموني البوكلت على نظام البوكلت اللي احنا متعودين عليه يعني زي ما احنا عارفين 45 سؤال وفيه أسئلة اختيارية واعتقد حلينا كتير على النظام ده وخلاص أغلبنا بدأ يفهم يعني ايه نظام البوكلت وامتى بيكون السؤال اختياري هنبدأ ببوكلت الدعامة والحركة والتنسيق الهرموني ونكمل بقية أسئلة عادية على نظام الباور أو الباور بوينت نبدأ الأول بالبكرت نشوف أول سؤال معنا بيقول إيه طبعا كالمعتاد بنبدأ أجب عن الأسئلة الآتية عند الخمسة واربعين سؤال متكونين على أساس مجموعات كل مجموعة تسع أسئلة نشوف أول سؤال مع أول مجموعة هيقول لنا إيه السؤال الأول بيقول اختر أحد السؤالين ألف أو به بمعنى عندك سؤالين كل سؤال بدرجة اختر يتجاوب ألف يتجاوب به أول سؤال اختر الإجابة الصحيحة سؤال اختياري سؤال سهل رقم الفقرة التي تتصل بزوج الدلوع رقم 6 هو رقم الفقرة التي تتصل بزوج الدلوع رقم 6 هو اختياراتنا هل عشرة ولا حداشر ولا اتناشر ولا تلاتاشر كتير قالوا السؤال دي احنا بنغلط فيه مش عارفين بنعده ازاي سهلة هو قالك الدلوع رقم 6 كتير مننا هيقول الدلوع رقم 6 بالفقرة رقم 6 ماشي بس الفقرة رقم 6 من الفقرات الظهرية أو من الفقرات الصدرية لكن السؤال قالك رقم الفقرة ما حدد لكش نوعها إيه يبقى لازم هنضيف معها السبعة العنقية يعني سبعة وستة يبقى مجموحهم 13 يبقى دي الفقرة رقم 13 طيب نكمل بقيت اسئلتنا والسؤال التالي انت هتختار يا ألف يا به السؤال به بيقول ايه طبعا اكيد هيكون برضو اختر اختر الاجابة الصحيحة أكبر الفقرات التالية حجما هي الفقرة رقم هاجب لي رقم فقرات وعايز اشوف انهي فقرة فيهم لتعتبر أكبر حجما اختياراتنا خمسة ولا عشرة ولا خمستاشر ولا عشرين اعرفهم ازاي انت عارف انهي فقرة بنقول عليها أكبر حجما الفقرات القطنية التي توجد في منطقة البطنية الأكبر حجما طب يا ترى الفقرة الخمسة دي تعتبر فقرة ايه طبعا اكيد فقرة عنقية طب العشر دي تعتبر فقرة ايه اكيد من الظهرية طب الخمستاشر برضو شرحه ماهو من سبعة أو من اول رقم تمانية لغاية رقم تسعتاشر دي الفقرات الاثناشر فقرة الظهرية يبقى اكيد هي الفقرة رقم ايه رقم عشرين اولى الفقرات القطنية هي الفقرة رقم عشرين يبقى ايجابتنا رقم عشرين نكمل بقيت اسئلتنا ودخلنا على السؤال التاني اللي بيقول أجيب أحد السؤالين برضو سؤال اختياري هتختار يا ألف يا به السؤال الألف بيقول علل وجود أربطة عند المفاصل وجود أربطة عند المفاصل محتاجة أشرح الرباط هنا الأربطة وظفتها إيه عند المفاصل إيه وظفة الأربطة الأربطة تربط العزاب بعدها ببعض الأربطة قوية ومتينة ومرنة في نفس الوقت بحيث تسمح لها بالتمدد والاستطالة إذا ما تعرض المفصل لضغط شديد يبقى لازم تكون فيها نوع من أنواع المرونة وأكيد كلنا عارفين أن الرباط أكثر مرونة من الوطر الوطر ما ينفعش يكون فيه درجة مرونة لسه نقطة ثالثة اللي هي إيه أن وجود الأربطة عند المفاصل الرباط بيحدد لي المدى الذي يتحرك فيه المفصل المدى الذي يتحرك فيه المفصل يعني نفصل ده محدود الحركة أم واسع الحركة يبقى أنا كده قلت كل حاجة عن الرباط نشوف به بيقول لنا إيه بيقول وجود قناة عصبية في الفقرة العزمية لما جدها رسمنا الفقرة ورسمة سهلة وكلنا حفظنها كنا بنعمل قناة عصبية أو شوكية ليه؟ عشان هيمر من خلالها الحبل الشوكي يبقى يا إما هتجاوب ألف يا إما هتجاوب به شوف الأيصر ليك إيه؟ طب لو جودت اللي اتنين مفيش مشاكل هتاخد درجة واحدة من اللي اتنين والإجابة الأخرى حتى لو كانت صح هيتكتب إن هي زيادة يبقى يفضل في أسئلة المقال إنك تختار نشوف سؤال رقم 3 بيقول لنا إيه؟ أجب عن أحد السؤالين ألف به لاحظنا إن واحد واثنين وتلاتة كان أسئلة اختيارية أوها جاوب ألف أو به بس السؤال ده المرة دي مصطلح اكتب المصطلح العلمي أنسجة ضامة تغطي أطراف العزام خاصة عند المفاصل وبين فكرات العمود الفقاري يا ترى إن نسجة ضام اللي بيغطي طرف العزمة وموجود عند المفاصل وبين فكرات العمود الفقاري أكيد الإجابة هي الغضاريف به بيقول أنت هتختار يدية دي المصطلح العلمي عزمة مفلطحة ومدببة من أسفل وجزئها السفلي غدروفي مين العزمة مفلطحة اللي جزئها السفلي غدروفي طبعا أكيد أغلبنا عارفها محفوظة عزمة القس دي عزمة القس نكمل بقية الأسئلة بتاعتنا ويرد قوي أن يجي رسمة ويسألني عليها الرسمة اللي معانا دي جزء من العمود الفقاري طب نشوف أسئلته بيقول إيه؟ بيقول السؤال الرابع ما نوع الفقرة التي يشير لها بالرقم واحد؟ بص على الرسمة كويس يا ترى الفقرة واحد دي إيه؟ وما رقمها بالنسبة لفقرات العمود الفقاري؟ طيب تعال كده بالراحة المجموعة رقم أربعة أو الفقرات رقم أربعة دي إيه؟ دي آخر فقرات العمود الفقاري الفقرات العصاصية طب واللي فيها رقم ثلاثة دي إيه؟ دي الفقرات العجزية طب واثنين وواحد دي إيه؟ دي الفقرات القطنية خد ترتيبها من أسفل إلى أعلى يبقى أنا عارفت نوع الفقرة فقرة قطنية توجد في منطقة البطن إحنا بنراجع ودي أكبر الفقرات حجما طيب وما رقمها بالنسبة لعمود الفقاري؟ عندك طريقتين للحساب ده ممكن تحسب أربعة عصاصية ويه؟ الخمسة العجزية كده معايا تسعة ومعايا واحدة كمان آخر فقرة قطنية يبقى دول عشرة شلهم من تلاتة وتلاتين هيطلع تلاتة وعشرين ولو عديت قلنا من فوق سبعة واثناشر طبعا سبعة عنقية اتناشر زهرية يبقى الساعتاشر أعد عليهم الخمسة اللي هما القطنية يبقى أربعة وعشرين دي الفقرة القبلة الأخيرة يبقى برضو رفس الرقم وصلت له وهي رقمها تلاتة وعشرين يبقى مهمة قوي أبقى عارف ترتيب الفقرات أنا عندي سبعة عنقية عندي اتناشر زهرية أو صدرية عندي خمسة قطنية توجد في منطقة البطن عندي خمسة عجزية توجد في منطقة الحود وعندي أربع فقرات عصاصية خليك فاكر أول تلات أنواع من الفقرات العنقية والصدرية أو الظهرية والقطنية متمفصلة يعني في حركة في تمفصل في هنا مفاصل غدروفية بينما العجزية والعصاصية دي فقرات ملتحمة مش هتلاقي فيها غدريف لأنها ملتحمة مش هتلاقي فيها نتوءات مفصلية لأنها ما عندهاش حركة هي عديمة الحركة يبقى مهمة قوي أن أنا أبقى عارف أرقام الفقرات ولو جابني أي سؤال تلتل برقم فقرة لازم تحددها لي من أول السابعة العنقية لغد ما توصل للرقم الفقرة المطلوبة نكمل بقية أسئلتنا وصلنا للسؤال لرقم خمسة بيقول فسر ما يلي تلعب الخلايا الإسكالرانشيمية دورا هاما في الدعامة التركيبية الإسكالرانشيمية بالذات ما قالش تقول أنشيمية يبقى لازم أعارف الإسكالرانشيمية دي بتتميز بإيه الخلايا الإسكالرانشيمية موجودة عندك في الجزء بتاع الدعامة التركيبية الخلايا الحجرية أصلها بتدي قوة وصلابة وطالما قلت صلابة يبقى أنت أكيد افتكرت معايا مهمة أو كلمة مهمة أوي وهي اللجنين أصل الفقرات دي أو أسفق الخلايا دي خلايا جدورها طبعا أكيد من السيلوز وكما مرسب عليها مادة اللجنين مما يجعلها تتميز بإيه بالقوة والصلابة يبقى الإسكالرانشيمية قوية وصلبة يبقى مهمة ليه الخلايا دي لأنها خلايا بيدخل في تركبها السيلوز ومرسب على جدرانها اللجنين مما يجعلها قوية وصلبة إذن هتكسب هذه الخلايا دعامة تركيبية ركز قوي على لازم أسكر كلمة سيلوز ولجنين ولازم أسكر قوة وصلابة ودعامة تركبية ثلاث محاور اتحركت فيهم سيلوز ولجنين ما قلت السيلوز بس طب لو شلت اسكالرانشيمية وحطت كولانشيمية هنا هقول سيلوز لكن طالما قال اسكالرانشيمية يبقى سيلوز وكمان ملجننة مرصة باللجنين يبقى تكلمت عن المادتين اللي أكسبوها الكوة والصلابة وذكرت أن أنا عندي هنا كوة وصلابة وكمان قلت أنها أكسبتني دعامة تركبية يبقى أنا كده عارف إلي دي نوع من أنواع الدعامة التركبية نشوف سؤالنا رقم 6 بيقول لنا إيه ماذا يحدث في حالة غياب أيونات الكالسيوم من أنسجة عضلة هيكلية ماذا يحدث في حالة غياب أيونات الكالسيوم من أنسجة عضلة هيكلية طبعا أكيد هيرد لزهننا كلمتين كالسيوم هتقول لي انفجار حواصلات لا مش ده المطلوب هنا لأنه حدد لك أنسجة عضلة هيكلية إذن خليك في إطار العضلة ما قال ليش في مناطق التشابك ما قالش في نقل السياري العصبي خليني في العضلة عايز تسكول التانية مفيش مشاكل بس ابدأ الأول بالعضلة وجود الكالسيوم في العضلة أو في الأنسجة العضلية بيعمل إيه الكالسيوم عنصر مهم وأساسي في تكوين الروابط المستعرضة التي تعمل كخططيف تجذب خيوط الأكتين بمحاذاة بعضها البعض مما يؤدي إلى انكباض العضلة طبعا في وجود الطاقة المخزنة في جزئات الـ ATB يبقى أنا كده اتكلمت عن دول الكالسيوم والروابط المستعرضة في العضلة طب لو حبيت أدي إضافة واتكلم عن نقل السيال ما فيش مشاكل الكالسيوم يعمل على تفجير حواصلات التشابك وتحرير الأسيطيل كولين ودي النواقل أو النقلات الكيميائية التي تتنقل الرسالة من النهال العصبية إلى المستقبلات التي توجد في غشاء الخلية العضلية أو غشاء الليفة العضلية لكن طبعا أنا عايزة أركز قوي على دور الكالسيوم في تكوين الروابط المستعرضة التي تؤدي إلى انكباض العضلة يعني غياب أيونات الكالسيوم أرجع لسؤالي تاني بقى دقال لي غياب غياب أيونات الكالسيوم اضبط إجابتك بقى غياب إذن عدم تكوين الروابط المستعرضة التي تعمل كخططيف يبقى عدم جز بخيوط الأكتين بمحاذات بعضها البعض إذن عدم انكباض العضلة الهيكة ليه ودي الإجابة السليمة لكن أنا أصدت أن أنا أذكر دور الكالسيوم إحنا مراجعة لكن المطلوب أن أنا أذكر الجزئية اللي قلناها في الآخر مكرنة والجدوى المرسم لك مجرد أن أنت هسكن الكلام في داخل فراغات الجدوى ليس أكتر هنقارن بين التجويف الأروح والتجويف الحقي من حيث المكان والأهمين تمام التجويف الأروح مكانه فيه طبعا يوجد في الحزام الصدري التجويف الأروح يوجد في الطرف المدبب من عزمة لوح الكاتف المسلس في الحزام الصدري ذكرت كل حاجة عن مكانه طب أهميته إيه بيتمفصل فيه رأس عزمة العدد مكونة المفصل الكاتفية طب التجويف الأروح الحقي مكانه فيه يوجد في الحزام الحودي خصيصا في مكان التقاء الحرقفة بالورك يوجد هذا التجويف يعني التجويف مشارك فيه العزمتين دول طيب أهميته إيه؟ بيتمفصل فيه رأس عزمة الفخز مكونة المفصل الفخزي إذن قلنا كل حاجة تختص بالمكرم وضح بالرسم فقرة عزمية رسمناها الحلقة السابقة وترسمت كتير مش عايزة أضيع وقت فيه أسئلة إحنا حفظناها لكن لو تبقى معنا فرصة أو مساحة من الوقت هنرسمها سؤال 9 بيقول فسر نظرية الخيوط المنزلقة سابها مفتوحة هذكر عنها كل حاجة إيه نظرية الخيوط المنزلقة؟ نظرية الخيوط المنزلقة فسرها العالم هكسلي عند تصوير عضلة في حالة انكباد وعضلة في حالة انبساط وجد أن خيوط الميوسين البروتينية السميكة تنطلق منها روابط مستعرضة تتكون عن طريق أيونات الكالسام وفي وجود الطاقة المخزنة في الـ ATP والتي تعمل كخطة طيف تجذب خيوط الأكتين بمحازات بعضها البعض مما يؤدي إلى انكباد العضلة يبقى أنا قلت هو عمل إيه؟ صور عضلة منقبضة وأخرى منبسطة ولاحظ أن الميوسين خرجت منه روابط مستعرضة الروابط دي تكونت عن طريق الكالسام والـ ATP أنا عايزة أقول كل حاجة عن السؤال ما تستخسرش إجاباتك قول باستفادة طالما أسئلة مقالية طب درها إيه الروابط دي؟ هتعمل كخطة طيف تجذب خيوط الأكتين بمحازات بعضها البعض مما يؤدي إلى انكباد العضلة خلي بالك من حاجة مهمة انكباد العضلة وانبساط العضلة في الحالتين أنا محتاجة جزئات الـ ATP أو الطاقة وأعتقد أنه ده سؤال جالنا في امتحان 2018 بس جي مختلف شوية لما قال إيه لي يحصل عند نقص مجموعات الفوسفات بين عضلة هيكلية؟ فوسفات يعني ATP يعني العضلة لو منقبضة مش هتنبسط ولو منبسطة مش هتنقبض يبقى أنا كده قلت كل حاجة عن اللوزئية دي أو النظرية دي وصلنا لسؤال رقم 10 اللي يعتبر برضو سؤال اختياري أجب عن أحد السؤالين ألف أو بيه نشوف ألف دي يقول لنا إيه علل التفاف المحلاق حول الدعامة ليه المحلاق بيلتف حول الدعامة؟ أه أصل المحلاق بيوجد في النباتات المتسلقة وهو بيلتف حول الدعامة ليه؟ بحثا عن الدعامة أو بيلتف حول الدعامة ليقصر طوله ويتموج ما بقى منه في الفراغة فيجز بالساك إلى أعلى فتستقيم وتكتسب الدعامة رغم فقدها للدعامة يبقى فهمته القصة بتمشي إزاي؟ لو هيلتصب بيها وبيلف بحركة حلزونية هل أنا هنا مطالبة أن أنا أقول الاستطارة اللي بتحصل علي جانبها المحلاق؟ لا أصل هو قال لي علل 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 يعني ليه؟ ليه بيلتف المحلاق حول الدعامة يبقى عشان يقصر طوله فيجز بالساك إلى أعلى فتستقيم وتكتسب الدعامة طب افترده أنا شلت علل وقمت كات بفصر لا الوضع اختلف فصر يعني إزاي؟ عمرت القصة ليه إزاي؟ كيف؟ يعني هختلف في الإجابة هقول لاختلاف تركيز الأكسينات على جانبي المحلاق الجانب الملامس للمحلاق هيكون بينمو بمعدل أقل لاختلاف التركيز الأكسين والجانب البعيد هينمو بمعدل أكبر أو أسرع فيلتف المحلاق بحركة حلزونية طيب تعال نشوف الفقرة الثانية علل الدم في حالة حركة مستمرة داخل الأوعية الدموية عندك يا تختار ده يا تختار ده طب ليه الدم في حالة حركة مستمرة جو الأوعية الدموية إجابة سهلة في كلمتين بفضل العضلات المالساء التي توجد على جدر الأوعية الدموية بفضل العضلات المالساء التي توجد على جدر الأوعية الدموية طبعاً بتحافظ لي على ضغط الدم سابت في الأوعية الدموية نكمل بقية أسئلتنا وصلنا للسؤال Hudson بيقول مش اختياري بقى المرة دي مصطلح علمي اكتب المصطلح العلمي عزمة مسلسة الشكل تتصل بعزمة التركوة عزمة مسلسة أول ما سمع مسلسة على طول أنا سمع فيه ناس بتقول إجاباتها مسلسة وكمان متتصل بالتركوة يعني في الحزام الصدري أكيد دي عزمة لوح الكتف عزمة لوح الكتف طيب ننزل على السؤال 12 اللي بيقول لنا فسر تحدث الحركة نتيجة تآذر أجهزة رئيسية في جسم الإنسان أكيد فيه تآذر فيه تعاون بين 3 أجهزة رئيسية وهم عند الجهاز الهيكلي عند الجهاز العصبي عند الجهاز العضلي طيب إيه دور الجهاز الهيكلي الجهاز الهيكلي بيمثل دعامة للأطراف المتحركة أدي واحد الجهاز الهيكلي بيوجد على هيئة قطع مفصلية وده بيكون مكان مناسب عشان تتصل بيها العضلات يبقى ده دور الجهاز الهيكلي طيب والعصبي معروف مسؤول عن نقل السيالات العصبية أو الإشارات أو الرسائل العصبية هتروح لي فين؟ للعضلة عشان تؤمرها بالإنكباض جيت لرقم 3 الجهاز العضلي إيه دوره؟ مسؤول على الإنكباض والإنبساط وبالتالي الحركة حركة العضلة يبقى عشان نقدر نتحرك نحتاج تقاضل الثلاث أجهزة وده بنعتبره من ضمن الأسئلة اللي بتبقى هدية للطالب في البوكلت لأن أكيد كلنا عارفينه ننتقل للسؤال 13 اللي بيقول اختر الإجابة الصحيحة كل المفاصل التالية هتحتاج إلى أربطة عدل مفاصل كل المفاصل اللي جاية دي هتحتاج إلى أربطة عدل مفاصل يا ترى مين اللي مش محتاج أربطة اللي فيه ولا الغدرو فيه ولا الزلالية واسعة الحركة ولا الزلالية محدودة الحركة طبعا أكيد اختياري الصحيح هيكون هو ألف اللي فيه ليه؟ لأن المفاصل اللي فيه مفاصل غير متحركة دي ملتحمة بالتالي مش محتاجة إلى أربط خلي في زينك أي مفصل متحرك لازم هيكون فيه غضريف ولازم هيكون فيه أربطة ولازم هيكون فيه أوطار ده متحرك لكن اللي فيها لا يعني عدم عندها كل الكلام يبقى اللي مش محتاجة إلى أربطة هي اللي في ننتقل للسؤال رقم 14 ونبص على الرسم كويس حتى لو سؤال أو رسمة احنا ما خدناهاش في الكتاب عادي بس برضو هي بتستند على نحية علمية مهمة أنت عارفها كويس سؤال 14 بيقول لنا هل يعتبر رقم أربعة وطر أم رباط ونماذا تم نبص كويس كده على رقم أربعة أعرفه منين والله لو لقيته مرتبط عزام ببعضها يبقى ده رباط لو لقيت بيربط بين عضلة وعزمة يبقى ده وطر تم واضح قوي في الرسمة أنه كاتب لك فوق عضلة يبقى ده نسيج الدم يربط بين عضلة وعزمة يبقى ده أكيد أكيد هيكون مين وطر يبقى الإجابة وطر طب لماذا لأنه يعمل على ربط العضلات بالعزام لأنه بينقل الحركة من العضلة إلى العزمة يبقى ده وطر لأنه ربط بين العزام والعضلات طبعا مسؤول عن نقل الحركة وإحنا قلنا وظيفته رغم أنها مش مطلوبة في السؤال نشوف سؤال 15 بيقول لنا إيه أعلل تظل الكرمات دائما على بعد مناسب من سطح التربة خلي بالك برضو ده أعلل مش فسر ليه بتظل الكرمات على بعد مناسب من سطح التربة الأبصال أو الكرمات عشان ده بيساعد على تخزين الغذاء وتأمين أجزاءها الهوائية عايزين نقول كمان ما فيش مشاكل بفعل الجزور الشادة كرمات أبصال قال عندي جزور شادة هتتقلص فتعبط الكرم والبطلة إلى أسفل في المكان المناسب تختزن غذاءها وتأمين أجزاءها الهوائية يبقى أنا قلت كل ما له علاقة بالكرمات والأبصال سؤال 16 بيقول لنا أجي بعن أحد السؤالين هتختار يا ألف يا به طب ألف هيقول إيه اسكر مكانه وظيفة السكب الكبير موجود فين ووظفته فين السكب الكبير يوجد فيه قاع أو مؤخرة الجمجمة في قاع الجمجمة طب ده مكانه وظفته إيه بيعمل على اتصال المخ بالحبل الشوكي مجرد اتصال سكب عشان يقدر يمر منه الحبل الشوكي عشان يتصل بالمخ يبقى بيعمل على اتصال المخ بالحبل الشوكي طب به بتقول إيه اسكن مكانه وظيفة وطر اخل طب وطر اخل او اخيل ده موجود فين مكانه ده بيربط العضلة التوأمية بعزمة كعب القدم يعمل على ربط العضلة التوأمية بعزمة كعب القدم طب ده مكانه وظيفته نقل الحركة اي وطر يا جماعة وظيفته ايه هينقل الحركة من العضلة التوأمية الى كعب القدم يعني لما العضلة التوأمية تبدأ تنقبض وطبعا الوطر احنا قلنا من دقايق ان هو ما عندوش ميرونة هتبدأ تشد العضلة الى اعلى فتقدر ترفع كعب القدم عن الارض يبقى مكانه ده موجود بيربط بين العضلة التوقامية وعزمة كعب القدم عشان ينقل الحركة من العضلة الى العزمة سؤال 17 بيقول قارن بين القعبرة والزند من حيث الحجم والشكل اسفل حركة كلاهما من العزام التي تكون منطقة السعد طيب يا ترى الحجم ايهما اكبر عزمة الزند اكبر طب والحركة خلي بالك عزمة الزند او الزند عزمة سابتة غير متحركة ولكن عزمة القعبرة بتتحرك حركة نصف دائرية حول عزمة الزند السابتة اجابة او فقرة اكيد اغلبنا حافظها ان القعبرة هي اللي بتتحرك حركة نصف دائرية حول عزمة الزند السابتة يبقى انا فهمت ان العزمة الزند السابتة والقعبرة هي المتحركة سؤال 18 بيقول لنا ما المقصود بالوحدة الحركية اه ما المقصود اذا اذكر كل حاجة عن هذه الوحدة الوحدة الحركية هي الوحدة الوظيفية للعضلة وظيفة العضلة هي الحركة يبقى الوحدة الحركية هي الوحدة الوظيفية للعضلة تتكون من ايه وبدرسها ليه اصل محاصرة انكباد العضلة هي محاصرة انكباد جميع الوحدات المكونة للعضلة والوحدة الحركية او الوظيفية تتكون من مجموعة من الألياف العضلية والعصب الذي يغذيها والعصب الواحد يستطيع تغذية من 5 إلى 100 ليفة عضلية من خلال الاتصال بين النهايات العصبية وغشاء الليفة العضلية الساركوليمة غشاء الليفة العضلية أو الصفيحة الحركية للليفة العضلية يبقى قلت حاجة أو قلت كل حاجة أنا قلت هي إيه؟ وهي الوحدة الوظيفية وبتتكون من إيه؟ وأنا بدرسها ليه؟ وإزاي بتنقل أو إزاي بتأدي الحركة بتاعتها؟ يبقى عايزة في أسئلة المقالات بالذات السؤال زي ما المقصود أذكر كل حاجة عنه وهنطلع فاصل صغير انتظرونا وراجعن لكم مرة أخرى ورجعنا لكم مرة تانية نكمل باقي أسئلة بوكلة الدعامة والحركة والتنسيق طبعا إحنا ننتهي من أسئلة الدعامة ونبدأ في أسئلة التنسيق كنا وصلنا للسؤال رقم 19 نشوف رقم 19 بيقول لنا إيه؟ أجيب عن أحد السؤالين ألف أو به يا إيه ما تختار ألف يا به؟ ماذا يحدث في حالة؟ غياب حويصلات التشابك من التفرعات النهائية للخلية العصبية المتصلة بالألياف العضلية عشان تقول له غيابها يعمل إيه في الليفة العضلية؟ غياب حويصلات التشابك هي الحويصلات دي كانت موجودة فين؟ في النهايات بتاعة الخلية العصبية ليه؟ عشان كان فيها النواكل الأستالكولين طب ده مش موجودة أقول له إيه بقى؟ غياب حويصلات التشابك يترتب عليه غياب النواكل وهي الأستير كولين والنور أدرينالين غياب النواكل الكيميائية وبالتالي عدم نقل الرسائل العصبية من نهاية الخلال العصبية إلى غشاء الليفة العضلية أو إلى المستقبلات التي توجد على غشاء الليفة العضلية وبالتالي عدم وصول الرسالة إلى العضلة وبالتالي عدم انكباض العضلة دايماً أسئلة ماذا يحدث بنقول عنها إيه؟ أسئلة تصعودية بمعنى نشوف الشيء اللي غاب إيه؟ وما يترتب عن غياب هذا الشيء يبقى فهمت إن الحواصلات مليئة بالنواكل عدم وجودها يعني عدم وجود نواكل مفيش نقل الرسالة يبقى مفيش انكباض للعضلة طب بيه هيقول لنا إيه؟ ماذا يحدث في حالة تناقص المخزون المباشر للطاقة في العضلة التوأمية؟ تناقص المخزون المباشر للطاقة في العضلة التوأمية طيب تعالى نقول إيه المخزون المباشر؟ الـ ATB خلي بالك فيه مخزون مباشر وفيه مخزون فعلي المباشر يعني العضلة لما تحتاج إلى طاقة أو تحب تاخد طاقة تروح مباشرة لمين؟ الـ ATB طب لو مفيش أروح للفعلي اللي هو الجليكو جي يبقى خلي بالك تناقص المخزون المباشر مفيش ATB شبه السؤال اللي جي في الامتحان بس أقال لي فوسفات عشان دخلها في تركيب الـ ATB هقوله إيه؟ غياب الـ ATB يؤدي إلى إيه؟ مفيش ATB إذن لن تنقابض العضلة إذا كانت في حالة انبساط طب والعضلة دي لو كانت في حالة انكباض لن تنبس العضل يبقى ولا هيحصل انكباض ولا هيحصل انبساط خلي بالك مفيش ATB في العضلة التوأمية مفيش انكباض مفيش انبساط خلي بالك برضو أن الروابط المستعرضة بتحتاج الـ ATB برضو في انكباضها يبقى ما عنديش انكباض وعشان أفصل الروابط عن الخيوط وتنبسط برضو محتاجة ATB يعني الخطاطيف دي علشان تتحرك وتبدأ تمسك بالأكتين وتجذبه بمحاذاة بعض البعض عايزة ATB وعشان أفصلها عنه عشان تنبسط وترجع لوضع الراحة أو الانبساط برضو محتاجة ATB يبقى ولا هتنقابض العضلة دي ولا هتنبسط العضلة دي وبالتالي مفيش حركة في هذه العضلة نكمل بقية أسئلتنا وصلنا للسؤال العشرين اللي بيقول أجيب عن أحد السؤالين مصطلح علمي عظام مكوسة تنحني لأسفل وتعمل أو تتصل من الخلف بجسم الفقرة ونتقهى المستعرض ولا تلتحم بعزمة القص من الأمام ما تستعجلش وتقول مكوسة الدلوع في كلمتين في آخر عبارة ممكن يبوزوا الدنيا لأنه قالك في الآخر إيه ولا تلتحم بعزمة القص من الأمام آه ده مش قصد أي دلوع ده المقصود هنا الدلوع العائمة يبقى أنا بتكلم عن الدلوع العائمة اللي تتصل من الخلف بالفقرة لكنها لا تتصل من الأمام بعزمة القص لو قلنا دلوع بس غلط لازم أقول دلوع عائمة بيفكرني السؤال ده بإيه سؤال جلنا في امتحان 2018 اللي كان إجابته الخلايا البلعامية الكبيرة الدوارة كان بيقولك عن الخلايا البيضاء اللي بتحمل معلومات عن أنتجينات الميكروبات وتودها للخلايا المختصة أو اللينفوية في كتير جاوب وقالوا بلعامية كبيرة وسكت غلط أنا عارفة أن في بلعامية سبتة وفي بلعامية جوالة أو الدوارة هي السبتة تقدر تقدر تقدم معلومات للخلايا المختصة لا لا أنت اللي مش ضقيق في كلامك في فرق بين بلعامية كبيرة سبتة وبلعامية كبيرة دوارة في فرق بين ضلوع وبين ضلوع عائمة يبقى لازم أقولك في كلامي يبقى أجابتي هنا الضلوع العائمة طب نشوف المصطلح به بيقول إيه موضع التحام النصفان المتماثلين لعظام الحود من الأمام المكان اللي بيحصل فيه اتصال للصندل بنسميه إيه طبعا أكيد كلنا حفظينه الارتفاق العاني الارتفاق العاني طيب ننتقل لسؤال 21 بيقول هنختار أجيب عن أحد السؤالين ما المقصود بالحركة دورانية للسيتوبلازم وده ألف يعني إيه حركة دورانية للسيتوبلازم هي حركة السيتوبلازم في اتجاه واحد داخل الخلية الوحدة لأنه ممكن خلال مجورة ليها يكون في اتجاه آخر أنا عايز أقول حركة السيتوبلازم في اتجاه واحد داخل خلية الوحدة وبيستدل عليه من حركة البلاستيدات الخضراء وتم فحصه من خلال نبات الإلوديا نبات ماء مغمور شفت أنا قلت كل حاجة حركة في اتجاه واحد قدرت أستدل عليه بالبلاستيدات الخضراء وشفتها في نبات الإلوديا طيب نشوف به بيقول إيه ما المقصود به الوصلة العصبية العضلية والله لو أنا حتى مش مذاكر من معنى التعريف هقدر أتكلم وصلة هاوصل حكتين ببعض هتوصل إيه بإيه عصبية بعضلية يبقى ده موضع اتصال نهاية خلية عصبية بغشاء أو بالصفاءة الحركية لليفة عضلية موقع الاتصال أو الالتحام بين نهاية خلية عصبية وغشاء أو الصفيحة الحركية النهائية للليفة العضلية دي اسمها الوصلة العصبية العضلية وممكن على فكرة برضو نقول عليها التشابك العصبي عضلي هي هي عملت التشابك بين نهاية عصبية وبين غشاء ليفة عضلية ننتقل للسؤال رقم 22 في البقل التي بتاعنا اللي بيقول اختر اختر الإجابة الصحيحة العظمة التي تشارك بنتوءها خلي بالك بنتوءها الداخلي في تكوين مفصل الكوع يترى هل هي الزند ولا العدد ولا الطرقوة ولا قعبرة العظمة التي تشارك بنتوءها الداخلي في تكوين مفصل الكوع طبعا عظمة العدد ليه ما قلتش الزند الزند ما قلناش فيها نتوء الزند فيها تجويف يعني لو انا حبيتها غير في الفكرة دي نشيل نتوءها ونكتب تجويفها اه اختلفت يبقى عظمة الزند يبقى خلي بالك نفتكر مع بعض عظمة الزند الكبيرة السابتة فيها تجويف التجويف ده بيرتكس فيه النتوء لعظمة العدد واضحة هي يبقى لو قللي تجويفها انا بتكلم عن عظمة الزند لو قللي نتوءها انا بتكلم عن عظمة العدد واللي اتنين كيقولوني مفصل الايه مفصل الكوع ننتقل لسؤال ثاني رقم 23 بيقول سؤال سهل هدية عشان ناخد بي درجة علل الدعامة الفيسيولوجية دعامة مؤقتة بينما الدعامة التركيبية دعامة دائمة هي ليه الفيسيولوجية بيقولوا عليها دعامة مؤقتة لان يعتمد وجودها على وجود المية في حال وجود المية هتكتسب دعامة فيسيولوجية واكيد كلنا حافظينها ده اول كلمة في الكتاب اول صفحة المية هتنتقل من خلال الخاصية الاسموزية الى داخل فكوة العصارية عشان تبدأ تزيد في الحل تبدأ تكبر تضغط على البروتوبلازم اللي هيدغط بدوره على غشاء الخلية فتتوتر وتكتسب دعامتها الفيسيولوجية طب لو فقدتها ارجع اعكس تاني عشان يحصل انكماش للبزور دي او ليه الخلية دي معناها انها فقدت الدعامة يبقى ممكن افقد الدعامة وممكن اكتسبها مين اللي بيحدد لكلام ده في مية ولا مفيش لانها بتعتمد على المية والخاصية الاسموزية لكن هالي الكلام ده بيتوفر في التركبية برضو بالطبع لا ليه اصل التركبية تتناول الخلية ككل اصل التركبية تتناول مواد بتترصب على جدر الخلايا عشان تحمي الخلايا الداخلية او الاجزاء الداخلية او عشان تمنع فقد المية او عشان تكسب هذا العدو وهذه الخلية هذا الجدار ايا كان القوة والصلابة اذا دي دائمة مش هفقدها دي مادة وتهرى السبت دي عامة تركبية دائمة سؤال سهن واجابته اكيد كلنا عارفنا نشوف سؤالنا 24 بيقول ايه ماذا يحدث في حالة غياب انزيم كولين ستريز من نقاط الاتصال العصب العضري اتفقنا سؤال ماذا يحدث لازم امشي ترتيب تصعودي ما عنديش انزيم كولين ستريز انا هدخل في الايجابة على طول عدم وجود انزيم كولين ستريز معناه عدم تحتيم انضواق وهي الاسطيل كولين لن يتم تحتيمها وبالتالي تزل العضلة في وضع انكباد وبالتالي لا تستطيع استكبال رسالة عصبية جديدة خدت بالك انا لازم ركزت في كم نقطة نقولهم تاني غياب انزيم كولين ستريز عدم تحتيم النواقل وهو الاسطيل كولين وبالتالي هتزل العضلة في حالة انكباد مستمر وبالتالي لا تستطيع استكبال رسالة عضلية جديدة وطبعا اكيد ده قد يؤدي الى الشد العضلي قد يؤدي للشد العضلي نشوف سؤالنا 25 بيقول قارن عندي اجيب عن احد السؤالين الف او به والف بيقول قارن بين المفاصل الليفية والمفاصل الغدروفية من حيث المكان والحركة تمام يا ترى المفاصل الليفية موجودة فين المفاصل الليفية توجد في الجنجمة بالزبط بالزبط توجد بين الالتحام اللي هيتم بين عزام الثمانية او العزام الثماني الموجودة في الجنجمة اصلا بتتصل بعضها اتصالا ونسيقا من خلال اطرافها المسننة هتبدأ الاول على شكل غضريف ثم يترصب عليها بعض المواد الدعمية وتتحول الى عزام يبقى دي موجودة في الجنجمة في الجزء المخي للجنجمة لو حبي تحدد طيب هو قال لي المكان طب والحركة اكيد هي غير متحركة دي ملتحمة غير متحرك طيب نشوف السؤال التاني بيقول المفاصل غضروفي انا قلت ايه اللي فيه طب والغضروفية موجودة فيه الغضروفية توجد بين فقرات العمود الفقاري ده مكانها طب والحركة طبعا متحرك بس اول ثلاث انواع من الفقرات اوعة تنسى تقول دي يعني الغضروفية توجد في الفقرات العنقية والصدرية او الزهرية والقطنية وهي متحركة طبعا يبقى دي المفاصل غضروفي طب لو حبي تختار به هقارب بين الفقرة 21 والفقرة 31 سهلا مكان الفقرة 21 هي نوعها من الفقرات القطنية مكانها موجودة في منطقة البط في تجويف البط طيب هو عايز مكانها والحركة هل هي متحركة اه الفقرات القطنية من الفقرات المتمفصلة متحركة تتمفصل مع الفقرات التي اعلاها ومع التي اسفلها يبقى متحرك طب هو عايز فقرة ايه كمان 31 موجودة فين طب انا نسيت مكانها نهاضي عد بتجيبها من اسفل 33 32 31 انا لسه الفقرة التانية المفهود العصاصي يبقى دي مكانها فين في نهاية العمود الفقاري طيب بتتحرك لا دي غير متحركة لانها ملتحمة يبقى قلت مكان كل واحدة والحركة بتاعتها ايه ركز في ايجاباتك وان شاء الله الانتحان هيكون فيه متناول الجميع سؤالنا 26 بيقول وضح بالرسم فقط مع كتابة البيانات القطع العضلية تفقنا هننهي الاسئلة النظري وبعدين لو تبقى معنا مساحة من الوقت في حلقتنا هننهي بالرسومات سؤال 27 بيقول اذكر مكان ووظيفة الروابط المستعرضة المرادة عايزك تقول له مكانها ووظفت ووظفتها قلناها بس برضو هنقول السؤال على بعض مكان الروابط المستعرضة توجد فيه العضلة الهيكلية تنطلق من خيوط الميوسين في اتجاه خيوط الأكتين طب الوظيفة تعمل كخططيف تجذب خيوط الأكتين بمحاذات بعضها البعض مما يؤدي إلى انكباض العضلة نشوف سؤالنا 28 بيقول لنا ايه اجيب عن احد السؤالين الف او به السؤال الف بيقول ماذا يحدث في حالة خلي بالك بدأنا ندخل على اسئلة التنصيق الهرموني انخفاض افراز هرموني الف ايس اتش بذكر انسان بالغ بص انا راكزت وانا بقى انتقع في ايه بالغ طيب هو الف ايس اتش بيعمل ايه ده مسؤول عن تكوين الخلايا او الانويبيبات المنوية وانتاج الحيوانات المنوية بس ده قال لي بالغ يعني خلاص الانويبيبات قريدي تكونت يبقى هقول له ايه ما تجيبش سريط الانويبيبات هقول ايه لن يتم انتاج الحيوانات المنوية مما يجعله شخص عاقيم مفيش حيوان منوي يبقى ده شخص عاقيم ما جبت السريط الانويبيبات طب ليه استقال لي بالغ يعني فعلا الانويبيبات المنوية تكونت لكن مش هيقدر ينتج حيوانات منوية عرفنا وبنتعلم من الاسئلة ان ممكن كلمة في نهاية السؤال تغير المعنى كله او تغير الاجابة يبقى خليك دقيق اقرأ السؤال كويس وما تسرعش نشوف به بيقول ايه ماذا يحدث عند قطع الاتصال العصبي بين البنكرياس وغيره من الاعضاء ماذا يحدث عند قطع الاتصال العصبي بين البنكرياس وغيره من الاعضاء جيت على الاتصال العصبي امت قطعه هيحصل ايه ولا حاجة ليه؟ هيستمر البنكرياس في إفراز عصراته وإنزيماته الهاضمة لأن التأثير تأثير هرموني وليس عصبي اتفقنا أن بعد ما قطعنا الاتصال العصبي برضه أول ما الغذاء وصل تم إفراز الإنزيمات عليه لأن فيه هرمونات بتنتج أو بتفرز من غضة خاصة موجودة في جدار الأمعاء الدقيقة خصيصا في الاثنى عشر اللي هما السكرتين والكوسيستوكاينين ينزلوا للدم عشان يوصلوا لنسيج البنكرياس فيحسوا على إنتاج إنزيماته الهاضمة يبقى يظل البنكرياس يفرض إنزيماته الهاضمة لأن الاتصال هرموني وليس عصبي وصلنا لسؤال 29 اللي بيقول اختر الإجابة الصحيحة الخلايا الحويصلية التي تعمل كغضة لا قنوية خلي بالك بقى السؤال ده محتاج دقة حرفي بوازن المعنى أنا عايزة خلايا حويصلية تعمل كغضة لا قنوية يعني ما عنداش قناة توجد دي فين؟ في البنكرياس ولا في الدرقية ولا في القذرية ولا في النخامية يا طرح خلايا الحويصلية موجودة فين؟ ها؟ أكيد في الغضة الدرقية لأنه قال لي تعمل كغضة لا قنوية كلمة حويصلية جاتني في منهجي مرتين مرة قال لي حويصلية ودي موجودة في الغضة الدرقية وأنا عارفة أن الدرقية دي غضة لا قنوية عشان تفرض هرموناتها في الدم ومرة قال لي حويصلية توجد في نسيج البنكرياس ولكنها تفرض انزيمات هادمة من خلال قناة خاصة في الاثنى عشر يعني لو كنا شدنا حرف لا دي وخلتها قنوية كنا قلنا البنكرياس شفت حرف فرق في المعنى يبقى خلي بالك لو حوصلية قنوية توجد في البنكرياس حوصلية لا قنوية دي توجد في الدرقية مهم أول حاجات المقرارة عندي في المنهج فأكتر من موقع أخلي بالي منها وكل ما تقابلنا حاجة هنلقي الدوق عليها أو هنركز عليها وصلنا لسؤالنا رقم 30 اللي بيقول تقوم المشيمة في الإنسان بدور غدة صماء هي ليه المشيمة بتشتغل كغدة صماء حتى لو أنت مش فاكر مش هو الغدة صماء يبقى بتفرض هرموناتها في الدم مباشرة لأن المشيمة تفرض هرمواني طبعا خلال فترات الحمل بتفرض هرمون اسمه البروجسترون الذي ينتج هرمونه في الدم أو الذي ينتقل في الدم وانا عارفة وظيفته ايه طبعا مش هنركز عليها بس خلينا نقول الإجابة اللي احنا بحتاجين بالإضافة كده كمان هي بتشارك مع الرحم أو جدار الرحم في إنتاج هرمون الريلاكسين اللي بيعمل على ارتخال ارتفاق العاني إذن هو نسيج غدي أو بيكون بدور الغدة الصماء يبقى طبعا لأنها تنتج هرموناتها في الدم مباشرة البروجسترون والريلاكسين سؤال 31 بيقول ما المقصود بمجموعة الهرمونات المعدنية يعني ايه هرمونات معدنية نقولي الإجابة اتفقنا ما المقصود أقول كل حاجة حوالين هذه الفقرة أو السؤال ده يعني ايه هرمونات معدنية هرمونات تفرزها كشرة الغدة القذرية ما أقولش كذرية واسكت تفرزها كشرة الغدة القذرية والهرمونات دي تتبع الاستيرويدات ده نقولي لنوحها كمان إنها أحمد دهنية بسيطة تتبع الاستيرويدات وتعمل على وظفتها بقى تعمل على أيض العناصر المعدنية مثل هرمون الألدستيرون الذي يعمل على أيض المعدن خاصة هو يعيد امتصاص السوديوم ويتخلص من البوتاسيوم يبقى أنا أقولت له من اللي أفرزها هي تتبع نوع ايه ذكرت المثال ودوره ايه جاوبتي إجابة مستفيدة للمنطقة دي يبقى دي الهرمونات المعدنية تفرز من كشرة الغدة القذرية ويتتبع الاستيرويدات ويريد كده وأنا بتكلم وبالذات إن إجاباتي كتيرة نظم عشان ما ترهجش يعني اللي بيصحح واحد اتنين تلاتة تلاتة مثل الألدستيرون الذي يعيد امتصاص السوديوم ويتخلص من البوتاسيوم ودي بتسمى الهرمونات المعدنية ننتقل لبقية أسئلتنا ومعانا السؤال اتنين وتلاتين اللي بيقول مصطلح علمي هرمون يفرز من الغشاء المخاطي للمعدة من الهرمون اللي بيفرز من الغشاء المخاطي للمعدة الجاسترين سكرتين كولسيسو قينين من الأمعاء يركز المعدة الجاسترين نشوف سؤال تلاتة وتلاتين بيقول لنا ايه نبص سوا عن رسمة كويس بيقول ما أسماء الهرمونات اللي تفرزها الغدى رقم واحد والغدى رقم اتنين هو عايز أسماء هرمونات بس طب تعالوا نشوف واحد دي مين واحد دي الجار درقية أربع غدد موجودة في النسيج أسفل غدد درقية دي الغدد الجار درقية بس هو مش عايز اسم الغدد وعايز هرمونها بيفرز هرمون البوراس هرمون طيب بص كده على واحد طبعا دي الغدد درقية هتفرز هرمون السيروكسين المسؤول عن القيد العام للغذاء وبتفرز هرمون الكالسيتونين الذي يشارك بدوره مع البوراس هرمون في تنظيم نسبة الكالسين في الدم طبعا هو السؤال مش محتاج الشرح اللي أنا قلته ده كله بس أنا براجع هو عايزك تقوله بس الغدد رقم واحد بتنتج هرمون البوراس هرمون والغدد رقم اتنين سيروكسين كالسيتونين وبس كده بس أنا بحاول أجيب اللي حاول السؤال عشان أنا عايزة أغطي البابين دول تماما عايزين نقسم منهجنا أجزاء عايزين نغطي البابين دول النهاردة علشان الحلقة القادمة بإذن الله هنبدأ نشتغل على التقاصر باب كبير يكفي حصة أو حلقة كاملة حلقة اللي وراها يبقى مناعة بنرتب اللي بعدها البيولوجيا عشان نبقى أغطينا أجزاء المنهج سؤال 34 بيقول أجي معا أحد السؤالين ألف أو بيه طب ألف بيقول إيه اذكر مكان إفراز وظيفة الهرمون المنبه للجسم الأصفر الـ LH الهرمون المنبه للجسم الأصفر الـ LH بيفرز منين الهرمون ده الـ LH بيفرز منين بيفرز من الجزء الغدي للغدة النخمية طب ده مكانه وظيفته إيه هو ما حدديش ذكر ولا أنسة فهذكره الـ 2 بالنسبة لي الأنسة وظيفته يعمل على تحرير البوايضة النطجة انفجار حواصلة جراف وتحرير البوايضة النطجة وبعد تحريرها هيبدأ ما تبقى من الحواصلة يتحول إلى الجسم الأصفر يتحول إلى الجسم الأصفر ده الـ LH بالنسبة للأنسة طب بنسبة للذكر مسؤول عن تكون الخلايا البينية اللي هي بين الأونيبيبات وانتجها لهرمونة توستستيرون الهرمون الزكري وانتجها للهرمون الزكري يعني مسؤولة عن تنظيم الخاصة السنجلسية السنوية للذكر يبقى أنا قلت افرز منين وتأثيره إيه في الأنسة وتأثيره إيه في الزكر يعني قم ممكن هنا قم جايب لي سؤال ورد إلى ذهني حالا يعني ممكن هرمون واحد يخرف تأثيره حسب الجنس هرمون الـ LH هرمون الـ FSH الهرمونين دولت في الأنسة ليهم وظيفة في الزكر أكيد ليهم وظيفة أخرى يبقى فهمنا الـ LH بيعمل إيه بالنسبة للأنسة وبالنسبة للذكر نشوف سؤالنا 35 بيقول هنقارن بين حالة الأكروميجالي وحالة المكسوديمة من حيث سبب الإصابة وأعراض المرض يترى المكسوديمة والأكروميجالي سبب الإصابة إيه بالنسبة لحالة الأكروميجالي سبب الإصابة نقص في إفراز هرمون النمو الذي يعرف بـ GH طيب والمكسوديمة سبب الإصابة نقص إفراز هرمون السيروكسين في مرحلة البلوغ وبرضو الأكروميجالي كان في مرحلة البلوغ يبقى لتنين نقص النمو في البلوغ ونقص أسفة الأكروميجالي زيادة هرمون النمو في البلوغ والمكسوديمة نقص هرمون السيروكسين بعد البلوغ طب والأعراض الأكلوميجالي وإحنا قلنا زيادة هرمون نمو بعد البلوغ يبقى لما يزيد هرمون نموها هيعمل إيه زيادة نمو واستطالة أطراف العزام البعيدة هنلاحظ ده على أطراف العزام القدمين والكفين وعزام الجمجمة طب والميكسوديما ده بتاع السيروكسين نقص السيروكسين ولما ينقص السيروكسين في مرحلة البلوغ هيعمل إيه ده يسبب لي نقص ملحوظ أو نقص في التمثيل الغذائي للمواد الغذائية وطالما حصل نقص في التمثيل الغذائي معدلات الأيد انخفضت معناها التعب والإجهاد لأقل مجهود كمان مسؤول عن أنه هيسبب لي بدانة شديدة ورغم أن الشخص ده بدين إلا أنه هنلاقي عنده ما بيقدرش يتحمل درجات البرودة ما بيقدرش يتحمل درجة البرودة لأنه ما عندوش عمليات حرق ما عندوش عمليات احتراق أو أيضا كمان برضو هيسبب لي تساقط الشعر وجفاف الجلد ده كله أعراض الميكسوديما الذي ينتج عنده نقص السايروكسين في مرحلة البلوغ طبعا في حاجة تانية سمكة ما هتقابلنا بعد شوي يبقى عرفت الأكونوميجلي زيادة هرمون نمو والميكسوديما نقص السايروكسين طيب تعالوا نشوف السؤال ده فيه فكرة كويس عايزين أربع هرمونات اذكر أربع هرمونات لا يتأثر إفرازها بالغدة النخمية يعني إيه؟ يعني الغدة النخمية ملهاش سلطان عليه تفرز من غير إشارة من الغدة النخمية يا ترى مين؟ طبعا تيجي نفكر مع بعض إيه الهرمونات اللي بتنتج أو بتفرز والغدة النخمية ملهاش علاقة بالموضوع؟ عندك الباراسرمون النخمية لها سلطان على الدرقي لكن ملهاش على الجارات الدرقي يبقى معايا الباراسرمون إيه كمان؟ أنسولين جلوكاجون ملهومش دعوة النخمية ملهاش علاقة بيهم ده تنزيم نسبة سكر في الدم إيه كمان؟ الأدرينالين هرمون الناجدة أنت الهرمون ده اللي بتعرض لأي مواقف طارق أو خوف أو فزع هو ده اللي بيهيئ جسمك لمواجهة المواقف الحرجة يؤمن فعش يكون النخمية على سلطان وإلا مش هقدر قدي الاستجابة المناسبة لما يحصل حالة الطارق دي أو الحالة الطارقة اللي ممكن تتعرض ليها يبقى أربعة ما لهمش علاقة بالغدة النخمية الباراسرمون أنسولين جلوكاجون والأدرينالين مهمين أو مهم الأربع هرمونات دول نشوف سؤال 37 بيقول لنا إيه؟ أجيب عن أحد السؤالين ألف أو بيه السؤال الألف بيقول علل يزيد إفراز هرموني ريلاكسين في ناية الشهر التاسع من الحمل طبعا الإجابة لأنه مسؤول عن ارتخاء الارتفاق العاني مما يسهل من خروج واندفاع الجنين أثناء الولادة السؤال بقى بيقول علل يلعب اليود دورا هاما في النمو العقلي للأطفال أكيد لأن اليود بيدخل في تركيب هرمون السيروكسين والسيروكسين كان من ضمن الأهمية بتاعته بخلاف الأيد والجلد والشعر والنمو العقلي والبدني إذن السيروكسين مسؤول عن نمو العقلي والبدني عشان كده لما بيقل السيروكسين في الطفولة بيسبب القماءة ومن أعراض القماءة البلاها في التفكير ما بيكونش عنده قدر على التفكير والتركيز بشكل جيد بلاها أو قد تؤدي كمان إلى التخلف العقلي يبقى مهمة أوي اليود للأطفال لأنه هو مسؤول عن النمو العقلي والبدني نشوف سؤال 38 بيقول إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة الهرمون المسؤول عن اندفاع الحليب من الغدد اللبنية أو السديية استجابة لعملية الرضاعة بيفرز مني؟ هل بيفرز من كشرة الغدد القذرية؟ ولا بيفرز من الفصل الأمامي للغدد النخمية؟ ولا من الفصل الخلفي للنخمية؟ ولا من الغدد الجارد راقية؟ طبعاً الهرمون المسؤول عن اندفاع الحليب من الغدد استجابة لعملية الرضاعة المقصود بالأكسيتوسين أو الهرمون القابض لجدران الرحم يبقى مين اللي أفرزه؟ طبعاً أكيد الإجابة رقم جيم الفصل الخلفي للغدد النخمية سؤالنا 39 بيقول وضح أثر الخلل في إفراز الغدد الجارد راقية في ألم العضلة هو في علاقة بين الجارد راقية والعضلة؟ أكيد أصل الجارد راقية بتفوز الباراسرمون والباراسرمون بينظم نسبة الكالسيم هو طبعاً والكالسيتونين يبقى في حال الخلل أو نقص الباراسرمون هينقص الكالسيم هيؤدي إلى تشنجات عضلية مؤلمة خلي بالك بانتعارف أن الكالسيم بيدخل في تكون الرابط المستعرضة ولو ما عنديش كالسيم ما فيش رابط مستعرضة إذن فيه تشنجات عضلية مؤلمة يبقى ده الخلل في الجارات درقية في ألم العضلة سؤال 40 بيقول مصطلح علمي جزء من غدة تدخمها يؤدي إلى نطج جنسي مبكر وظهور أعراض ذكورة في الإناس ما تسرعش وتقول الغدة القذرية لو تقال كده في الانتحان غلط ليه؟ أولاً لأنه قال لك جزء من غدة أنا مش عايزة الغدة كلها أنا عايزة جزء من الغدة المسؤولة عنده إيه الجزء اللي في الغدة المسؤولة عنده؟ طبعاً كشرة الغدة القذرية يبقى أنا وضحت لك أهو أنك لو قلت غدة قذرية خطأ لازم أقول كشرة الغدة قذرية نشوف سؤالنا 41 بيقول لنا إيه؟ ماذا يحدث في حالة حقن امرأة حامل في شهرها الخامس بخلاصة الفصل الخلفي للغدة المخامية للمشي خلي بالك اتحقنت إنت اتحقنت في شهرها الخامس بخلاصة الفصل الخلفي الفصل الخلفي في الهرمون القابض لجدران الرحم المسمى بالأكسيتوسين إذن لما أحقنها الإمرأة دي بهذا الهرمون في الشهر الخامس أكيد هيسبب لها الإجهاد هيسبب الإجهاد لأنه مسؤول عن زيادة انكباض جدران الرحم سؤال 42 بيقول اختر الإجابة الصحيحة أي الهرمونات التالية يؤثر على نقل السيال العصبي في الليفة العضلية؟ إيه هي الهرمونات اللي هنتكلم عنها؟ السكرتين الجاسترين النمو الألدستيرون خلي بالك السؤال بيقولك إيه؟ الهرمون المسؤول عن نقل السيال العصبي هو فيه هرمون مسؤول عن نقل السيال؟ آه طبعا دور كده هتلاقى عندك الألدستيرون شمعنا؟ ما ينفعش السكرتين ده بتاع الأمعاء والجاسترين ده المعدة ونشدعب الأعصاب خالص طب النمو لا ده أيضي مواد الغذائية خاصة البروتين يبقى الألدستيرون طب شمعنا؟ لأنه مسؤول عن أيضي المعادم لأن احنا قلنا من دقائق أنه بيساعدنا على امتصاص السوديوم والتخلص من البوتاسيوم وأنا محتاجة السوديوم ليه؟ خلي بالك كتير ما بنتطرقش للسوديوم بس مهم السوديوم هو اللي بيقدي إلى انعكاس فرق الجهد على غشاء الليفة العضلية محتاجاه يعني لو ما عنديش سوديوم مش هيحصل انعكاس لفرق الجهد أو مش هيحصل تحويل غشاء الليفة الداخلي من وضع الراحة أو الاستكتاب إلى وضع الاستكتاب يعني ما فيش انكوباطة عضلة إذن برضو دوره عظيم في نقل الرسالة العصبية يبقى إجابتنا هي الألدستيرون نشوف سؤال 43 بيقول إيه؟ أجيب عن أحد السؤالين هتختاري ألف يا بيه ما المقصود بالغدة أو الغدد المختلطة مع ذكر مثال وبيه بيقول ما المقصود بحالة القبائة عايز أسبابها وأعراضها طيب تعال نشوف الغدد المختلطة الغدد المختلطة غدد تجمع في نسجها بين الغدد القانوية والغدد اللا قانوية وأقول المثال مثل البنكرياس الذي يحتوي على غدد أو جزء لانجرهانز دي غدد تفرز هرموناتها من أنسولين وجلوجاجون في الدم مباشرة إذن هي غدد لا قانوية وفي نفس الوقت في البنكرياس يوجد خلايا حويصلية تفرز انزيمات هادمة من خلال قناة إذن تجمع في نسجها بين القانوية وبين اللا قانوية تقدر تنتج هرمون في الدم إذن هي تعتبر كده لا قانوية لكن في نفس الوقت تقدر تنتج برضو انزيماتها أو مواد أخرى من خلال قناة السؤال الثاني كان عايز حالة القماءة القماءة بتنتج نتيجة نقص إفراز هرمون السيروكسين في مرحلة الطفولة أصل ميكسوديما كان في مرحلة البلوغ طيب الأعراض هيكون الرأس كبيرة هيكون جسمه قصير هتكون الرأبة بتاعته قصيرة خلي بالك مش معنى جسمه قصير يعني قصير لا فيش تناسب بين حجم الرأس وحجم الجسم يبقى هو جسمه قصير حجم الرأس كبير الرأبة صغيرة هيحصل عنده طبعا أكيد تأخر أو يمكن عدم النطج الجنسي هيحصل عنده تأخر في التفكير أو ممكن نقول كمان عدم القدرة على التفكير بشكل جيد يعني قد يؤدي إلى تخلف عقلي دي مرض القماءة طيب تعال نكمل بإيه تأسئلتنا وسؤال 44 بيقول معنا شكل بيقول الشكل المقابل بيوتى تركيز هرمونين سين وصاد بعد تناول وجبة يجي على طول في ذهني أنسولين وجلوكاجون ما اسم هرمون سين وصاد كتير مننا أو من الطلبة بيخافوا قوي من شكل المنحانيات دي مع أن أسئلتها بتبقى سهلة جدا بص كده على سين كان منخفض وزاد بعد ما بدأ يمر معايا الزمن بالساعات فهمت أنت إيه من العبارة دي فهمت أنه ده أكيد سين أنسولين لأنه كان منخفض لأنه كان لسه ما فيش سكر في الدم بعده مر الساعات على تناول الوجبة وبعده بدأ يزيد معاك سكر الجلوكوز بدأ يزيد معاك هرمون الأنسولين لأنه مسؤول عن إيه مسؤول عن حكتين عكس بعض مسؤول عن الهدم ومسؤول عن البناء مسؤول عن أنه يساعدني على مرور جزئات الجلوكوز عدل فاركتوز بين أغشية الخلالة يتم هدمه ومسؤول عن أنه يحوله إلى جلايكوجين ده هدم مبنى يبقى عشان كل ده يخلصك من السكر يبقى سين ده أنسولين طب وصاد الجلوجاجون كان زيادة في حالة نقص السكر ولما زاد السكر بدأ ينخفض طب ما تفسيرك لتزايد الهرمون سين وتلاقص الهرمون صاد قلتها حالا وإحنا بنشرحه طبعا عشان يقلل أو يخفض نسبة السكر في الدم عن طريق يهدمه ومروره عبر أخشية الخلايا يام عن طريق تحويله إلى جلايكوجين آخر سؤال معنا بيقول تتأثر عمليات الهضم في الأمعاء الضكيقة بعمل بعض الهرمونات تفسر ذلك بالضبط عشان يتم الهضم في الأمعاء الضكيقة أنا محتاجة هرمونين أمعاء الضكيقة يبقى أنا هركز على أثنين اللي هما السكرتين والكولسيستوكينين الهرمونات دي هتنزل في الدم مباشرة توصل لنسيج الأمعاء الضكيقة أو نسيج البنكرياس عشان تحسوا على إنتاج إنزيمات الهضمة يبقى الهرمون مهم جدا عشان العمل أو عشان إنزيمات الهضمة تبدأ تفرز وبكده بقى انتهى أسئلة البوكلت معنا هنطلع على فصل صغير وهنرجع لكم مرة تانية انتظرونا ورجعنا لكم مرة تانية في حلقتنا عن مراجعة الدعامة والحركة والتنسيك تناولنا بوكلت بكل جزئياته وعرفنا عن شكل عامل إزاي والاختيارات إزاي هنبدأ نتناول بقى أسئلة برضو بتشمل الدعامة والحركة والتنسيك الهرموني علشان كده نكون استوفينا كل الأسئلة اللي ممكن تجيني في الجزئية دي زي ما اتفقنا يبقى غطينا كل جزئيات الباب ده نبدأ نبص أو نشوف ونحل مع بعض أسئلة تانية عشان نبقى خدنا كل أشكال الأسئلة كالمعتاد بنبدأ بمصطلح علمي نبدأ أول سؤالنا في المصطلح العلمي أو فاقرة المصطلح العلمي في الدعامة والحركة وأول سؤال بيقابلنا بيقول لنا عزمة صغيرة تقع أمام مفصل الركبة عزمة صغيرة تقع أمام مفصل الركبة طبعا دي أكيد عزمة الرضفة عزمة الرضفة نشوف سؤال تاني زوجان من الدلوع لا يلتح مان من الأمام مع عزمة القص قابلنا بس بشكل تاني في البوكلت ودي كانت الدلوع العائمة أو الدلعان العائمان أو الدلعان السائبان مناطق تنشأ من تراكم خيوة الأكتين معا وينصفها خط داكن زد طبعا دي المناطق المضيئة المنطقة المضيئة عندي لو أنا عندي أكتين فقط دي منطقة مضيئة عندي ميوسين فقط دي منطقة شبه مضيئة أو شبه معتمة لو اللي اتنين تبقى دي المنطقة المعتمة أو المظلمة سؤال أربعة بيقول عزمة يوجد بطرفها العلوي تجويف بص السؤال هنا اختلف إزاي يستقر فيه أن التوق الداخلي للعدد يعني هنا سهلناها وقلنا العدد كمان واضحة يبقى أكيد دي مين العزمة اللي عندها تجويف قلناها وإحنا بنحل البوكلت بس جاوبنا السؤال عكسي طرامة تجويف يبقى أنا بتكلم عن عزمة الزند أو الزند لكن لو قالك نتقها يبقى أنا بتكلم عن العدد سؤال خامسة بيقول تجويف يتحرك فيه عزم الفخز ويوجد عند اتصال الحركوفة بالوركة طبعا ده التجويف الحقي التجويف الحقي سؤال ستة بيقول مجموعة من الألياف العضلية محاطة بغشاء من نسيج دام دي الحزمة العضلية الياف محاطة بالنسيج دي اسمها الحزمة الحزمة العضلية سبعة بيقول منطقة تنشأ من تراكم خيوط الميوسين معا قلناها حالا طالما ميوسين وفقط ما معاييش أكتين كمان يبقى دي المناطق الشبه مناطق الشبه مديئة سؤال تمانية بيقول منطقة تنشأ من تراكم خيوط الأكتين والميوسين الاثنين مع بعض وتوسطهما منطقة الشبه مديئة يبقى اكيد دي المنطقة المعتمة أو المظلمة المسافة بين كل خطين داكنين في الليف العضلي المسافة بين كل خطين داكنين في الليف العضلي دي اسمها القطعة العضلية والاسم العلمي الساركومير خلي بالك في الساركوبلازم دا السيتوبلازم الليف العضلي في الساركوليمة دا إشاء الليف العضلي وفي الساركومير دي القطعة العضلي سؤال عشرة بيقول اتصال تفرع نهائي للليف عصبي حركي مع الصفيحة الحراقية للليف العضلي اتصال بين نهاية ليفة عصبية مع ليفة عضلية قلناها لو قلنا وصلة عصبية عضلية تنفع لو قلنا التهشابك عصبي عضلي برضو صح سؤال 11 بيقول اتصال ليف عصبي حركي بعدد من الألياف العضلية هي تراوح عددها من 5 ل 100 يبقى أنا بتكلم عن إيه أنا بتكلم عن الوحدة الحراقية الوحدة الحراقية اللي هي الوحدة الوظيفية للعضلة هندخل على جزء تاني بيقول اختر الإجابة الصحيحة رقم الفقرة اللي بتتصل بزوج الدلوع العاشر خلي بالك رقم الفقرة اللي بتتصل بزوج الدلوع العاشر هل هي 3 ولا 7 ولا 10 ولا 17 هو قال لي زوج الدلوع رقم إيه؟ رقم 10 طب اتفقنا طالما ما حددشي لازم تعد من فوق أنا عندي 7 عنقية وعندي 10 اللي هو قال لي عليهم يبقى 17 17 يبقى دي الفقرة رقم 17 اللي بتتصل بزوج الدلوع العاشر يبقى الإجابة هي دال 17 مهم السؤال ده وفي كتير من طلباتنا قالوا احنا بنتلخبط فيه حلناه بشكلين النهاردة يبقى الفقرة دي رقم 17 عديت العشرة مع السبعة طيب سؤال بيقول يتصل الطرف العلوي لرزغ اليد بإيه؟ هل بالطرف العلوي للكعبرة ولا بالطرف السفلي للكعبرة ولا بالطرف السفلي للزند ولا بعزام راحة اليد طيب إيه رجع تاني للرأس السؤال يتصل الطرف العلوي لرزغ اليد طيب ما تعالى نشوفها على نفسنا عشان احنا بنغلط جل ما اللي ياسه ماشي قدي رزغ اليد أو عايز يتصل الطرف العلوي لرزغ اليد قدي الرزغ يبقى ده الجزء العلوي وده الجزء السفلي عندي هنا عزمتين عزمة الزند وعزمة الكعبرة عزمة الزند تتصل بتجويفها طبعا بعزمة العضد لكنها لا تتصل بعزام الرزق يبقى أنا بعيدت عن عزمة الزند خالص طيب القعبرة لا تتصل بعزمة العضد ولكنها ترفها السفلي ده العلوي وده السفلي يبقى علوي القعبرة مش متصل بحاجة لكن سفل القعبرة هو اللي متصل بعلوي الرزق شفت أنا جدتها إزاي أي عزمة لها علوي الزند سفل زند علوي قعبرة سفلي قعبرة يبقى اللي بيتصل بعزام الرزق طب انا ليه ما قلتش الصفلي ازا نتسمعنا الصفلي كعبرة لان اتفقنا ان العزمتين دور ازا نتتصل من اعلى لكن سائبة من اسفل الكعبرة العكس سائبة من اعلى تتصل من اسفل يبقى جابت الصحيحة ايه الطرف السفلي للكعبرة كان لازم نشرحها عشان كتير من انا برضو بيتلهمت علوة ولا صفلي وبنحلها كده لا لازم تقفاهم احنا بنقول ايه نشوف سؤال ثلاثة هيقول لنا اين عدد الاربطة اللي اتصل بين عزمة الفخز وعزمة الكصبة واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة الاربطة اللي اتصل الفخز بالكصبة طيب تعاني افتكرنا ما احنا اكيد نسناه الفخز فيه تحتها عزمة الكصبة هنا عندي اربع اربطة بس خلي بالك فيه ربطان صليبيان بيربطولي عزمة الفخز بعزمة الكصبة لان هي العزمة الكبيرة قصبة الخارجية الكبيرة وفيه كمان الرباط الوسطي وفيه كمان الرباط الجانبي طيب الجانبي بيربط بين ايه و ايه افتكيرها الجانبي جانب الجسم يعني بيربط بين الفخز وبين الشازية لكن اللي بيربط بين الفخز وبين القصبة التلاتة اللي هم الرباطين الصليبيان والرباط الخارجي يبقى عندي هنا تلات اربطة تلات اربطة بتربط بين الفخز وبين القصبة ربطان صلبيان والرباط الجانبي نشوف سؤالنا 4 بيقول ايه عدد عزام القفص الصدري والحزام الصدري عدد عزام القفص الصدري والحزام الصدري هل يطرى 24 ولا 37 ولا 42 ولا 41 لسه من الاسئلة برضو دي اللي بيكون في عليها شوية نقاشات طيب هو عايز قفص صدري وحزام صدري ما تيجي نعدهم القفص الصدري هو مكوناته ايه مكوناته عزام الدلوع عندي 24 دلع او 12 زوج من الدلوع هعدهم بالفرادي 24 دلع بيتصلوا من الخلف بكام بال12 فاكرة ظهري طيب يبقى 24 و12 يبقى كام 36 جميل طيب هو متصلين من الانام بعزمة القص بقام 37 طيب هو قال لي كمان وحزام صدري يعني عدي معاه كمان اربعة عزمتي لوح الكتف وعزمتي التركوة يبقى اربعة مع السبعة وثلاثين بقام 41 يبقى امت اقول اربعة وعشرين لو قال لي الدلوع بس امت اقول سبعة وثلاثين لو اكلمت عن القفص بس مع حزام صدري اضافت عليه اربعة كمان يبقى ده سؤال مهم كتير مننا بيغلط فيه الكتير برضو بيعتبروا ان القفص الصدري العمود الفقاري مش داخل فيه ما ينفعش وقلنا الحيطة لي مرارا وتكرارا القفص الصدري من الامام بيتصل الدلوع بعزمة القص ومن الخلفة بالفقرات لازم اقول كل ده طيب سؤال خمسة بيقول لنا المخزون المباشر للطاقة في العادلة مين يا ترى المباشر قلناها من دقايي الناس اللي كانت معايا اكيد عرفت الاجابة هل المباشر هو الاتب ولا الجريكوجين ولا الجوليكوز ولا كل ما سبق المباشر هو الاجابة الف الاتب شي المباشر وحط فعلي هاختار الجريكوجين يبقى جابتنا هنا طبعا الاتب هو المباشر سؤال 6 في اختار بيقول المركبات التي تنتج من تحلل مادة الاسيطايل كولين هي كولين وسانة اكسيديك كربون كولين وحمد الخليك كولين وحمد اللاكتيك حمد الخليك وسانة اكسيديك كربون حتى لو معاك الكيميا العضوية فاكرها اسيطايل كولين افصل كولين وحمد الاسيتيك والاسيتيك ده هو حمد الخليك يبقى جابتنا رقم به الكولين وحمد الخليك سؤال 7 بيقول تتكون الروابط المستعرضة من خيوط الميوسين بمساعدة اينات كالسام ولا مركبات الاتب ولا كالسام واتب ولا سوديوم وبوتاسيوم فيه كتير يقول احنا بنحتار في السؤال ده هل اقول كالسام بس ولا اقول كالسام واتب طب ما تعالي هنقول الفقرة تاني كده تتكون الروابط المستعرضة من خيوط الميوسين بمساعدة يبقى هقول له كالسام فقط اينات الكالسام امال امتى اقول له كالسام واتب لو قال لي اثناء انكباض العضلة يبقى انا عرفت العضلة بتشتغل دلوقتي فيه انكباض فيه حركة يبقى انا معايا كمان اي تي بي لكن هو قال لي بتتكون من ايه كالسام بس لكن لما تيجي تعمل هحتاج معايا الاتب نشوف سؤال 8 بيقول ايه شبه اللي فوق بس عبى الاختلاف تتكون الروابط المستعرضة من خيوط الميوسين اثناء الانكباض بمساعدة شفت بقى الفارق بين السؤالين عشان كده انا جبتهم ورا بعد مرة قال لك تتكون فقط ومرة قال لي اسناء الانكباض يبقى لو قال لي اسناء الانكباض هل اقول له كالسام بس برضو ولا اي تي بي بس ولا كالسام واتب ولا ايونات السوديوم والموتاسيوم طبعا هنا اختيار اختلف هاختار هنا جيم الكالسام والاتب اظلنا كده فهمنا امتى اقول كالسام بس وامتى اقول كالسام واتب بحاول او بنحاول ان احنا نغطي كل جزئيات البابين دول سؤال تسعة بيقول لا توجد نتوءات مفصلية في الفقرات لا توجد نتوءات مفصلية في الفقرات اختياراتنا العنقية ولا الصدرية ولا القاطنية ولا العجازية طب هو قد نتوءات مفصلية يعني اكيد لو كانت الفقرة دي فقرة متمفصلة لازم هيكون عندها نتوءات طب دي فقرة قالك ما عندهش نتوءات اذا ابحث عن الفقرات الغير متمفصلة العنقية لا دي متمفصلة صدرية شرحة قطنية برضو يبقى هي الفقرة العجازية التي لا تحتوي على نتوءات مفصلية هي الفقرات العجازية طيب نشوف عشرة بيقول لنا ايه تتميز الفقرة رقم 20 بانه يا طرح فقرة رقم 20 دي ايه لي بيميزها ما انت لازم تعرف مكانها الاول 7.12 ظهرية بقوا 19 20 دي اول فقرة قطنية يبقى تتميز بايه انها عريضة ولا ملتحمة ولا مفلطحة ولا كبيرة طبعا اكيد كلنا قلناها كبيرة اكبر الفقرات حجما هي الفقرات القطنية يبقى دي كبيرة يبقى مهم اول لو جاب لي رقم فقرة اعرف رقمها مكانها فين تكتسب جدر الخلال نباتية صلابة وقال صلابة اذا ترسب فيها الكيوتين الليجنين السيوبرين كل ما صبك امتى الجدر تكتسب صلابة ها هل الكيوتين بيكسبها صلابة ده مادة غير منفزة وكذلك السيوبرين وما المين يكسبها صلابة طبعا الاجابة به الليجنين يبقى الليجنين هو اللي اكسبها صلابة يتكون رزغ اليد في الانسان من كام عزمة اربعة ولا ستة ولا تمانية ولا عشرة رزغ اليد من تمن عزام بتنتظم في صفين رزغ القدم من سبعة نشوف سؤال 13 وصول النواقل العصبية الى سطح الليفة العضلية الاراضية شاني اقولك انها بتتحرك بيسبب تلاشي ايه على غشاء الليفة العضلية هل يترى تلاشي الاستكتاب ولا تلاشي مدخات السوديوم والبوتاسيوم ولا تلاشي مدخات الكلسام ولا جهد الفاعلية لما توصل النواقل هيقد الى تلاشي ايه طبعا تلاشي الاستكتاب لان العضل تتحول من وضع الاستكتاب الى وضع اللا استكتاب يبقى جابتنا الف تلاشي الاستكتاب 14 بيقول الوحدة التركيبية للعضلة هي الحزمة العضلية ولا الليفة العضلية ولا القطع العضلية ولا الخيوط البروتينية الوحدة التركيبية للعضلة هي الليفة العضلية هي الليفة العضلية خلي بالك الوحدات دي بتلخبطنا شوي لو قلنا الوحدة التركيبية للجهاز العضلي الجهاز كله يبقى العضلة لو قلنا الوحدة التركيبية للعضلة دخلت جوه عضله يبقى الليفة لو قلنا الوحدة الوظيفية يبقى هي الوحدة الحركية لو قلنا أصغر وحدة انكباد يبقى هي القطعة العضلية مهمة أول أربع نقاط دول هقولهم تاني لو قلنا وحدة تركيب الجهاز العضلي يبقى العضلة طب وحدة تركيب العضلة يبقى الليفة فيه ناس تقول لي ليه ما قلناش الكتعة لأن الليفة أصغر وحدة انكباد ممكن أحصل عليها بصورة مفردة يبقى هي الليفة طب لو قال لي الوحدة الوظيفية يبقى الوحدة الحركية طب لو قال لي أصغر وحدة انكباد يعني أصغر حاجة تنقب هنا أقولي الكتعة ليه لانك لما بتيجي تشرح قلية الانكباض اتكلمت عن الاكتين وعن الميوسين ودول جوه مين جوه القطع العضلية حتى قلنا كمان هتتقارب خيوط زد من بعضها عشان يقصر الطول بتاع العضلة يبقى انا هنا اتكلمت عن القطع والقطع والقطع وهكذا فيحصل انكباض وتقصر طول العضلة يبقى كده الجزئيات المهمة بنحاول نغطيها نشوف سؤال 15 بيقول لنا ايه واكيد لما سمعتوني اجابته هتيجا علينا على طول اصغر وحدة انكباض في العضلة هي المرة دي قال وحدة انكباض الحزمة ولا الليفة العضلية ولا القطع العضلية ولا الخيوط البروتينية طبعا طالما قال وحدة انكباض يبقى هي اكيد القطعة العضلية القطعة العضلية سؤال لوراه بيقول الوحدة الوظفية جمعنا الوحدات وراء بعضاه الوحدة الوظفية للعضلة الوحدة الوظفية هل هي الحزمة العضلية ولا الليفة العضلية ولا القطع العضلية ولا الوحدة الحركية يبقى طبعا دال الوحدة الحركية أعتقد السؤال ده خلاص استوعبناه نشوف سؤال تاني بيقول علل علل يلزم لقالية الحركة في الإنسان توافق بروتين تركيبي وتنظيمي سؤال جديد ركز معايا في السؤال ده يلزم لقالية الحركة في الإنسان توافق بروتين تركيبي وتنظيمي ايه الكلام ده ما انت عشان تتحرك عندك فيه توافق يعني تنصيق بين نوعين من البروتين فيه بروتين تركيبي يعني البروتين بيدخل فيه تركيب العضلة اللي هو ايه الاكتين والميوسين مش احنا اتفقنا ان الميوسين هتطلق منه روابط مستعرضة ما هو ده البروتيني اهو التركيبي طبعا اللي هتعمل كخططيف تجذب الاكتين يبقى انا عندي بروتينات تركيبية واخدناها من ضمن البروتينات التركيبية اكتين وميوسين عشان العضلة تنقابل وتتكون الروابط المستعرضة الجديدة التنظيمي فين البروتين التنظيمي هنا بقى انزيم الكولينستريز انزيم الكولينستريز ليه هو الانزيم ده بروتين جميع الانزيمات بروتينات من غير ما تفكر جميع الانزيمات بروتينات لكن هرمونات لا اغلبها لكن فيه هرمونات استرويدات خلي بالك نرجع للبروتين التنظيمي طب هو الكولينستريز ده بينظم اكيد مش كولينستريز ده لما بيحطم الاسيطايل كولين ويحولها الى كولين وحمد الاسيطك او حمد الخليك مش بترجع الليفة العضلية لوضع الراحة عشان تقدر تستقبل جديد يبقى ميني لنظم لك المرور لو انا ما عنديش انزيم الكولينستريز ايه اللي هيحصل هتفضل منقبضة تقدر تستقبل جديد لا يبقى الانزيم ده اللي نظم لي العمل الرسالة دي عدت خلاص عشان فيه رسالة اخرى جاية لازم اتخلص لازم ارجع الليفة العضلية لوضعها تاني اتخلص من الفتح اشانا استقبل الجديد وهكذا يبقى فيه بروتين داخل في تركيب العضلة بيديك الروابط وبيتحرك وفيه بروتين تاني بينظم لك العمل وهو انزيم الكولين استريز لان هو اللي بيحطم الاسطيل الكولين الى كولين وحامض الخليك عشان ترجع الليفة العضلية لوضع الراحة عشان تقدر تستقبل رسالة جديدة يبقى هو اللي نظم لك العمل هنا سؤال مهم وجديد نشوف سؤال تاني عالل برضو بيقول وجود التجويف الاروح في عزام الحزام الصدري يعني شبه اللي احنا قلناه بس بترى مختلفة شوي المريض قلت لك والتجويف الاروح ده موجود هنا ليه اصلي بتستقر فيه رأس عزمة العدد مكونة المفصل الكاتفي دايما في الاجزاء دي بالذات قولها على نفسك التجويف الاروح هتستقر فيه رأس عزمة العدد مكونة المفصل الكاتفي وده من المفاصل واسعة الحركة نشوف سؤال كمان ترسيب السيلوز والليجنين على جدر بعض الخلال نباتي تلما ذكر المادتين سيلوز والليجنين يبقى دا تجعل الجدر دي قوية وصلبة يكسبها قوة وصلابة ودي نوع من انواع الدعامة التركبية حتى تكسب جدر الخلال نباتية القوة والصلابة ودي دعامة تركبية وخلي بالك من حاجة انا ممكن اضيف عليها حاجة جمال ايه مناعة كانت مناعة تركبية في النبات فيه ابواب ممكن او فيه سؤال ممكن يربط لك بين بابين السيلوز والليجنين مشتركين معايا هنا هو بيعمل كدعامة تركبية وبيعمل كمناعة تركبية دعامة هقول قوة وصلابة طب مناعة قوة وصلابة دي هتجعل صعب على الكائنات الممرضة اختراقه اذا اكتسب مناعة جعله قوة وصلابة خلى صعب ان الكائنات الممرضة تختارك الجدر دي من الاسئلة المهمة اللي بتربط بين الابواب وبعضها نكمل بقية اسئلتنا معانا سؤال اربعة بيقول تتمازل نباتات المتسلقة بوجود المحاليك سؤال كلنا عارفين وجه كتير ليه في عندي محاليك اصلاه بتدور دورة كاملة في الهواء بحسن عن الدعامة وعندما تجد دعامة تنجذب اليها وتلتسج به وتبدأ تلتف بحركة حلزونية حول الدعامة ويتموج ما بقى منها في الفراغ لتجذب الساق الى اعلى فتستقيم وتكتسب دعامة يبقى دا دور المحلاق قلت عنه كل حاجة وطبعا الحركة الدورانية دي بفضل اختلاف تركيز الاكسينات على جانبات دعامة فتركيز الاكسين بيكون اقل عن الجانب الملاصق للدعامة وبيكون اعلى في الجانب البعيد عن الدعامة سؤال خمسة بيقول تلعب اينات الكالسام دورا هاما في انكباض العضلات جاوبته في اسئلة البوكلت هقوله بسرعة لان الكالسام بيدخل في تكوين الروابط المستعرضة التي تعمل كخطة تيف تجذب خيوط الاكتين بمحاذاة بعضها البعض برضو السؤال دا قابلنا الدم في حالة حركة مستمرة داخل اوعية دموية او ممكن يقول لي سباة ضغط الدم دا بفضل العضلات الملساة التي توجد في جدر الاوعية الدموية سؤال بيقول اسكر مكان ووظيفة كل منه عايز مكان ووظيفة قناة الشوكية قابلناها قناة الشوكية توجد بين فقرات العمود الفقاري هتسبح بمرور الحبل الشوكي خلالها سؤال بيقول التجويف الحقي في اللي فاتجي الاروح المرة دي قلت الحقي التجويف الحقي مكانه بيوجد فيه موضع اتصال الحركفة بالورق ووظفته هيتمفصل فيه رأس عزمة الفخز مكونة المفصل الفخزي سؤال ثلاثة بيقول الجزور الشادة بتوجد في الابصال والقرمات ووظفتها بتتقلص فتنجذب الى اسفل او تحبط تجذب الكرم والبصلة فتحبط الى اسفل في المكان المناسب فتؤمن اجزاءها الهوائية ضد الرياح مضخات الكلسم المرة دي قال مضخات مش هجيب سريط رابط مستعرضة هنا ومن هتكلم عن ايه مضخات الكلسم يبقى انا بتكلم عن ان الكلسم ده بيعمل على تحرير النواقل من حواصلات التشابك فينقل الرسائل العصبية من النهاية العصبية الى غشاء الليفة العضلية دي مضخات الجسم اللي بتوجد في ازرار او الانتفاخات اللي بتوجد في النهايات العصبية مكان وظيفة انزيمة كولين ستريز قابلنا مكانه بيوجد في مناطق التشابك العصبي العضلي وظفته بيعمل على تحليل الاسطايل كولين الى كولين وحامد الخليك فيعود طبعا غشاء الليفة العضلية لوضع الراحة فيستطيع استكبال لرسالة عصبية جديدة الجليكوجين بيخزن في الكبد والعضلات وده المخزون الفعلي للطاقة في حالة نقص الطاقة ونقص الاتبي بيلجأ الجسم الى تحويل الجليكوجين الى السكر جوليكوز ليتم هدمه والحصول على الطاقة السيوبرين ايه داخلية مش على بشرة النبات يبقى الخلات داخلية النبات هيترسب عليها على جدرها الخارجية السيوبرين عشان دي مادة غير منفزة المية فتمنع نفاز المية من هذه الاماكن بيختلف عن الكيوتين اللي موجود مترسب على الجدر الخارجية للنبات كدعامة وكمناعة كدعامة عشان ده برضو بيمنع نفاز المية وده نوع من انواع المواد التركيبية اللي لها دور في الدعامة الفيسيولوجية يعني هي دعامة تركبية لكنها بتحفظ لي عدم نفاز المية فحفظت انا برضو على الدعامة الفيسيولوجية لكن لما نيجي نتكلم عن دوره كمناعة احنا عارفين طبقة الشمعية الكيوتين دي بتعمل ايه برضو منع استقرار المية منع تقاصر البكتيريا منع نمو الفطريات اي نوع من انواع الكينات الممرضة مفيش حالات تقدر تاكلها لانه بيكون فيها اشواك بيكون فيها اهداف عشان تبنع تجمع المية بحاول اجيب لك المواد اللي ممكن تربط لي بين ابواب وبعضها طيب عندي الاستايل كولين دوره ايه ومكانه فين الاستايل كولين دي نواقل موجودة داخل حوايسلات في مناطق او بالزبط بالزبط في ازرار او في الانتفاخات التي توجد في النهايات العصبية دوره نواقل كيميائية هتنقل الرسائل العصبية من النهاية العصبية الى غشاء الليفة العضلية بنقارل بين فقرة عشرين والفقرة تلاتين الفقرة عشرين او الفقرة قطنية حجمها كبير متمفصلة الفقرة تلاتين او الفقرات العصوصية فقرة ملتحمة صغيرة دمرة غير متمفصلة عدد العزام المكونة لمفصل الكتف والمكونة لمفصل الفغز سؤال حلو وجديد عدد العزام مكونة لمفصل الكتف تعال انا عدد عندي كم عزمة هتكون مفصل الكتف عندي عزمة لوح الكتف بتكون المفصل او دخلها بتكوين المفصل وعندي رأس عزمة العدد اذا الاتنين مع بعض عزمتان بيكونولي عزام المفصل الكتف عزمتين وهم لوح الكتف وعزمة العدد طيب لو قلنا عزام الفغز لأ هتلاقيهم او عزام مفصل الفغز اسفة هتلاقيهم ثلاثة ايه هما اكيد عزمة الفغز واحدة منهم ومعايا كمان عزمتين الحرقفة والورك ليه دخلت الاتنين دول معايا لان لما جينا نقول مكان التجويف الحقي قلنا مكان التجويف الحقي فين قلنا مكانه موجود في اماكن اتصال او مكان اتصال الحرقفة بالورك طيب عندي زيادة نفازية غشاء الخلية العضلية لأينات السوديوم اللي يحصل لما يزيد نفازية غشاء الخلية العضلية لأينات السوديوم هيحصل اختلاف في فرق الجهد هيتحاول من وضع الاستكتاب الى وضع الاستكتاب نتيجة اندفاع السوديوم ده فتدق العضلة تدي قلية الانكوبوت طب ماذا يحدث؟ عند غياب مجموعات الفوسفات من انسجة عضلة هاكلية السؤال اللي جيه في الامتحان سؤال امتحان 2018 لما تغيب مجموعات الفوسفات هيؤدي الى عدم انكوبوت العضلة لو كانت في حالة انبساط وعدم انبساطها لو كانت في حالة انكوبوت غياب طبقة الكيوتين لسه قيلينها حالا هيكون البشرة دي هتنفذ المية من خلالها فتفقد دعمتها الفيسيولوجية معنا رسمة وعليها اسئلة طبعا دي الرسمة بتاعة القطعة العضلية نشوف الاسئلة من خلال الرسم المقابل وضح ما يلي اكتب رقم واسم كلان مما يأتي خيوط بروتينية متحركة طبعا تيجي نشوف البيانات واحد ده هتكون خطوط زد اتنين دي المنطقة الشبه مديقة تلاتة دي المنطقة المديقة اربعة دي المنطقة المعتمة خمسة خيوط الميوسين البروتينية السميكة ستة خيوط الاكتين البروتينية الرفيعة طب هو عايز خيوط بروتينية متحركة خيوط يا ترى خمسة ولا ستة طبعا ستة لان دي خيوط الاكتين هي المتحركة الميوسين غير متحركة خيوط بروتينية تنشأ منها الروابط المستعرضة طبعا خمسة لان دي خيوط الميوسين اللي هتكون لي او هتخرج منها الروابط المستعرضة عايز ثلاث اسباب تؤدي الى عدم انكباض العضلة رغم وجود سيال عصبي سؤال ده مهم فيه رسالة عصبية ومع ذلك لم تنقبض العضلة يا ترى ليه عايز ثلاث اسباب ممكن ده يكون نقص حاجات كتير انا ممكن اقول اكترى من الثلاث ممكن اقول نتيجة نقص اينات الكلسم مفيش تفجير للحواصلات مفيش نواقل خرجت ممكن اقول عدم وجود حواصلات تشابك عدم وجود نواقل ممكن اقول عدم وجود اينات كلسم فده قدى الى عدم تفجير للحواصلات ممكن اقول عدم وجود انزيم الكولينيستيريز فما قدرشي الاستير كولين تتحلل فبالتالي فضة العضلة في حالة انكباض ما قدرش تستقبل جديد ممكن اقول عدم وجود ايانات السوديوم شفت انا قلت كم نقطة قلت ممكن يكون مفيش كالسوم مفيش سوديوم مفيش حويصلات وستايل كولين مفيش انزيم الكولينيستيريز مفيش ايتي بيه احنا لسه ايلنها عدم وجود ال ايتي بي لو منقبضة مش هتنبسط لو منبسطة مش هتنقبض يبقى دي كلها اسباب تؤدي لعدم انقباض العضلة رغم ان انا عندي رسالة عصبية رسمة الفقرة وهنسأل عليها اسئلة احنا اتفقنا وارد ان يجي لي رسمة وعليها اسئلة دي فقرة هنشوف اول سؤال بيقول لنا ايه ما الذي يمثله هذا الشكل فقرة فقرة عظمية اكتب اسماء الاجزاء المشارق ليها بواحد واثنين وثلاثة واربعة واحد جسم الفقرة اتنين دي القناة الشوقية او العصبية تلاتة ده النتوق المستعرض اربعة ده النتوق الشوقي طيب تعال نشوف الرسمة دي قفص صدري واجب لنا عليه اسئلة اكتل بيانات واحد عزمة لوح الكتف اتنين بنتكلم عن الدلوع تلاتة بنتكلم عن عزمة القص اربعة دلوع العائمة وخمسة مشاور لي على الاجزاء بتاعة الدلع طيب ما علاقة رقم اتنين برقم تلاتة اتنين وثلاثة اتنين الدلوع بتتصل بعزمة القص عشان تكون الحزام او تكون قفص اسفاء القفص الصدري وطبعا اهميته انه بيحمي القلب والرئتين وكمان بيساعدني فيه قلية الشهيك والزفير ما اهمية رقم خمسة رقم خمسة اللي هي رقم واحد اسفاء ما اهمية رقم واحد واحد اللي هو لوح الكتف ولوح الكتف يوجد فيه تجويف الاروح اللي هتمفصل فيه رقم عزمة العدد مكونة المفصل وخمسة طبعا اتفاقنا بتعمللي القفص ما اهمية القفص الصدري لسا اي لنا حالا دي بعض الرسومات اللي مهمة قوي ان احنا نكون عارفينها هندخل على اسئلة تنسيق مصطلح علمي مادة كميائية تتكون داخل غضة صماء وتنتقل عن طريق الدم الى عدو اخر فتؤثر على وظفته ونموه يا طرق المادة دي طبعا اكيد انا بتكلم عن الهرمونات يبقى اجابتنا هي الهرمون سؤال بيقول هرمون يؤثر على نموه وتطور القوة العقلية والبدنية اللي معايا من الاول عارف اكيد انه السيروكسين هرمون عصبي خلي بالك قال عصبي اول مسمع هرمون عصبي ركز في حاجتين الاده والاكسيتوسين بيؤثر على انسجة غير غدية في الجسم اه يبقى انا عند الاده ليه ما قلتش الرحم اصر الرحم بيتحاول الانسجة غدي وكمان بيأصر على وضع دي الساديية اه ما ينفعش هاجي ناحية ده ما ينفعش هاجي ناحية الهرمون القابل لجدران الرحم يبقى انا قصدنا هنا الاده او اللي بيسمى المضاد لاضرار البول ولو قلنا الفي اتش برضو تمام حالة مرضية تنشأ عن زيادة هرمون النمو في البلغين واعراضه نمو الأجزاء البعيدة في العزام الطويلة طبعا اكيد حالة الاكرو ميجالين هرمون يفرز من الغدة الدراقية ويعمل على تقليل نسبة الكلسا في الدم ويمنع امتصاصه من العزام مين الهرمون ده طبعا اكيد كلنا عرفناه هرمون الكالسيتونين المسؤول عن تنظيم الكلسا بالمشاركة بهرمون الباراسرمون حالة مرضية تنشأ عن زيادة افراز السيروكسين وتسبب تضخم الغدة الدراقية وهو جحوز العينين اداني مفتاح في الإجابة هو عشان أعرف أوصل الإجابة طبعا ده اسمه مرض التضخم الجحوزي اللي جي نتيجة زيادة السيروكسين من أعراضه نقص ملحوز في الوزن جحوز في العينين تضخم في الرأبة زيادة انفعال لأقل الأسباب حالة مرضية تنشأ عن نقص السيروكسين في مرحلة الطفولة قابلنا في أسئلة البوكلت بس بشكل تاني للسؤال وطبعا ده مرض القماءة هرمون يفرز من كشرة الغضة القذرية ويعمل على حفظ توازن المعادن بالجسم قلناه من الهرمون المسؤول عن المعادن طبعا أكيد الألدستيرون بيعيد انتصاص السوديوم ويتخلص من البوتاسيوم خلايا مفككة توجد في البنكرياس وتنقصم إلى خلايا ألفا اللي بتفرز هرمون الجلوجاجون وخلايا بيتا التي تفرز هرمون الأنسورين من الخلايا الموجودة في البنكرياس وفيها ألفا وفيها بيتا طبعا أكيد جزر لانجر هنز وبكده نكون وصلنا لختام أسئلتنا وحلقتنا حاولنا أن نغطي كل جزئيات المنهج أو كل جزئيات البابين دول بالأخص الحلقة القادمة إن شاء الله هنبدأ نتترك إلى باب التقاصر من الأبواب الكبيرة هنجهز لكم برضو بوكلة عليه مع بعض الأسئلة الأخرى قبل منهي الحلقة عايزة أبلغ رسالة طبعا اعتذار أستاذنا الكبير الأستاذ حسن محرم عن تواجده في هذه الحلقة لظروف خاصة على وعد منه أنه هيكون معنا في الحلقة القادمة إن شاء الله قضينا وقت زريف معاكم يارب نكون استنتعنا وحلينا مع بعض الأسئلة دي على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته